فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم عقد المؤلف رحمه الله هذه العبارة لبيان سير الكتاب في أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم قال فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا نعم هو هذا الله جل وعلا يقول وإن الذين اختلفوا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ويقول ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فالله حذرنا والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا من الاختلاف في كتاب الله مع أن كتاب الله حق كله لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا بل يحتاج إلى من عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة لأسرار القرآن وأسلوب القرآن حتى يرجع بعض الآيات إلى بعض ويظهر المقصود منها جميعا أما إذا قطعت آية وتركت الآية الأخرى ما ظهرت بنتيجة بل ظهرت بخطأ وظهرت بضلال وإن كنت تزعم أنك تستدل بالآية الآية لا تدل على ما أردت لأنها ما يصلح الاستدلال بها وحدها إلا مع الآية الأخرى التي تبينها وتوضحها والله جل وعلا أحكم هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير خبير لا يمكن أن يتعارض كلامه سبحانه وتعالى إلا على من لم يعطى العلم أو أنه صاحب هوى يريد تضليل الناس ويجيب آية من المتشابه ويقول هذا القرآن يدل على كذا ونقول له كذبت القرآن لا يدل على كذا القرآن يفسر بعضه وبعضه نحن نرجع إلى الآية الأخرى فهي تفسر هذه الآية ونفسر كلام الله بكلام الله عز وجل أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله له بيان القرآن